بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بطلاب وطالبات الصف الثالث ثنوي نبدأ درس جديد إن شاء الله بسم الله فلنبدأ الصف والمرحلة التعليم الثانوي نظام المسارات ثالث ثنوي الفصل الدراسي الثاني مادتنا المادة الجميلة والمحبوبة لدى الجميع مادة المهارات الحياتية موضوع درسنا لهذا اليوم التعاون الجزء الأول معكم المعلمة ويئام عبد الرحمن أبو النجا نبدأ تعرفنا في درسنا السابق على المرونة النفسية وقمنا بتعريف المرونة النفسية أيضاً تعرفنا على صفات وسمات الأشخاص الذين يتمتعون بالمرونة النفسية أيضاً أبعاد المرونة النفسية نراجع درسنا السابق سوياً صفات الأشخاص الذين يتمتعون بالمرونة النفسية أولاً الاستبصار أي القدرة على التواصل بين الذات والآخرين ثانياً الإبداع والتحدي وتخيل تتالي الأحداث بشكل إيجابي لصناعة القرارات ثالثاً روح الدعابة وإدخال السرور للنفس رابعاً القدرة على تكوين علاقات خامساً امتلاك الصحة النفسية الجيدة سادساً التمتع بنظرة إيجابية عالية سابعاً القدرة على تحمل المسؤولية ثامناً قبول النقد البناء تاسعاً التعلم من الأخطاء عاشراً التسامي الأخلاقي أيضاً تعرفنا في درسنا السابق على أبعاد المرونة النفسية البعد الأول التعامل البعد الثاني التكيف يظهر التعامل في كيفية التعامل مع الأمور والصعوبات في الحياة أيضاً تعرفنا على التكيف وهو التكيف عملية مستمرة يلجأ إليها الفرد لكي يغير من سلوكه أيضاً تعرفنا في درسنا السابق المرونة النفسية وعلاقتها بالصحة النفسية أولاً عزز تواصلك مع الآخرين حافظ على صحة جسدك اختيار أهداف متعدية النفع عزز الأفكار الإيجابية أيضاً أطلب المساعدة المتخصصة نتعرف على درسنا اليوم درسنا لهذا اليوم عن التعاون نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم بسم الله أهداف درسنا لهذا اليوم أولاً أن أعرف مفهوم التعاون ثانياً أن أعدد فوائد التعاون ثالثاً أن أعرف مفهوم العمل ضمن فريق رابعاً أن أستنتج عوامل نجاح فريق العمل نبدأ بمقدمة الدرس إن التعاون خلق عظيم حتى عليه الإسلام ودعانا في مواضع كثيرة بشكل مباشر وغير مباشر للتخلق به قال تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان وقال تعالى قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما إن العمل ضمن فريق صورة من صور تفعيل مهارة التعاون ولا شك أن من أكثر المهارات أهمية في حياتنا اليوم بل أصبحت من أبرز الممارسات الدالة على تميز الأعمال وجودتها على المستوى المؤسسي أو الاجتماعي مما أكد أهمية المشاركة ضمن فريق لتحقيق هدف محدد وأن الفرد لا يستطيع وحده عمل كل شيء نبدأ بمفاهيم درسنا لهذا اليوم لدينا مفهومة المفهومة الأول التعاون المفهومة الثانية العمل ضمن فريق نستنتج سويا من خلال الفيديو القادم نشاهد سويا الفيديو التعاون ما بك أيها الصديق؟ أريد العبور إلى الجهة الأخرى ولم أستطع وهنا قص الأعرج قصته إلى الأعمى أنا أيضاً أريد العبور إلى الجهة الأخرى ولكن كما ترى لا أستطيع أن أرى الطريق هون عليك يا صديقي فأنا فقدت نعمة البصر منذ ولادتي ولا مشاهد النهر أصلاً وما الحل؟ بل نحمد الله سبحانه وتعالى لأنه جعل لنا عقولاً نفكر بها وسوف نجد مخرجاً لهذه المشكلة بإذن الله وكيف يكون ذلك؟ أقصد ما الحل؟ نتعاون معه ماذا؟ كيف نتعاون معه؟ أنت برجل واحدة لا تستطيع عبور النهر وأنا مكفوف البصر ولم أشاهد النهر ولا أعرف الطريق ولكن إذا تعاوننا معه نستطيع أن نعبر النهر سوف أحملك على كتفين ونعبر النهر فأنت ستكون عيني التي تدلني وتوجهني في الطريق وأنا سأكون ساقيك التي تمشي بهما إنها لفكرة رائع شكراً لك يا صديقي وهكذا عندما تعاون الصديقان الأعمى والأعرج استطعا عبور النهر معاً بأمان شاهدنا سوياً هذا الفيديو الجميل نعرف سوياً معنى التعاون ما هو التعاون؟ بارك الله فيكم أيضاً مبدعين إجابات رائعة التعاون تفاعل إيجابي بين اثنين أو أكثر بحيث يكون كل منهم مستعد للمشاركة في سبيل إنجاز أمر ما متفق عليه ويأتي غالباً في صورة مبسطة ومحددة النطاق هذا هو تعريفنا للتعاون ننتقل إلى المفهوم الثاني العمل ضمن فريق ما هو تعريف العمل ضمن فريق من وجهة نظركم؟ أريد أن أستمع إلى إجاباتكم؟ بارك الله فيكم أيضاً مبدعين العمل ضمن فريق تعريفها مشاركة الفرد في مجموعة عمل يتحمل فيها كل منهم مسؤولية اتجاه ما كلف به للوصول إلى تحقيق هدف عام مشترك ننتقل إلى فائدة نسبة كبيرة من الأنشطة لا نستطيع إنجازها إلا بالتعاون الآخرين نشاط رقم واحد قسم معلم العلوم بمساعدة محضر المختبر طلابه إلى مجموعات وأسند لكل مجموعة مهمة تنفيذ تجربة عن الطاقة الشمسية إلى أن أحد الطلاب طلب منه أن يعمل مستقلاً وينفذ المهمة بمفرده فوافق المعلم وبدأ الجميع في إنجاز المهام الموكلة لهم لتسليمها في الوقت المحدد السؤال الأول من سيبذل مجهوداً أكبر ثانياً من سيكون عمله متقناً أكثر هنا لدينا معلم قام بتقسيم طلابه إلى مجموعات للقيام بعمل تجربة أحد هؤلاء الطلاب قام بالعمل بمفرده هنا من سيبذل مجهوداً أكبر بارك الله فيكم مبدعين الطالب الذي سينفذ المهمة بنفسه بمفرده من سيكون عمله متقناً أكثر بارك الله فيكم الطلاب الذين يعملون ضمن فريق واحد ننتقل إثراء رؤية المملكة لقطاع الطاقة تتبع المملكة نبط مستمر ومتصاعد يهدف في المنزل الأولى إلى تحقيق المزيد من التطور في قطاع الطاقة بما يحقق أهداف المملكة ويسمو إلى رؤيتها لقطاع الطاقة ومن هذه الأهداف تنويع مزيج الطاقة الوطني المستخدم في إنتاج الكهرباء تحقيق المزيج الأمثل للطاقة والأكثر كفاءة والأقل كلفة زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل تحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية الوفاء بالتزامات المملكة اتجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وللاستزادة حول مجال الطاقة في المملكة قم بزيارة موقع مدينة الملك عبدالعزيز للطاقة على هذا الرابط ننتقل نشاهد ونلاحظ هذا الفيديو من خلال هذا الفيديو القادم فوائد التعاون نشاهد الفيديو سويا التعاون قيمة أخلاقية وواجب إنساني نبيل لا يمكن أن يؤمن به ويتحلى بخصاله إلا من كانت له شخصية مفعمة بالإنسانية وبالحس الاجتماعي المرهف فالتعاون هو تفاعل إيجابي بين اثنين أو أكثر أو هو تلقي مساعدة من أحد من أجل إنجاز أمر ما فيسهم في بناء علاقات ناجحة ويعزز مفهوم المشاركة في النجاح ويبعد الإنسان عن الأنانية وحب الذات فيساعد على تقاسم المعلومات وتقاسم الوقت والجهد والمال وجاء القرآن الكريم حاثا على مبدأ التعاون الإيجابي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب من خلال الفيديو السابق نستنتج سويا فوائد التعاون ما هي فوائد التعاون برأيكم؟ بارك الله فيكم توفيرا للوقت أيضا تبادل الخبرات والمعلومات أيضا الابتعاد عن حب الذات والأنانية بارك الله فيكم من فوائد التعاون أولا يساعد على تبادل المعلومات والخبرات ثانيا يساهم في توفير الوقت والمال والجهد أيضا يرتقي بالإنسان بعيدا عن الأنانية وحب الذات نشاط رقم اثنان كلفت المعلمة فاطمة طالباتها بتأدية عدد من المهام الفردية بحيث تقيس الطالبة مدى فهمها للمسألة المطلوب حلها وأتاحت لمن ترغب الاستفسار أن تأتيها خلال وقت الفسحة مع تأكيدها أنها لا تسمح بأن تتبادل طالباتها المعلومات الخاصة بالحل لما فيه مصلحتهن السؤال الأول ماذا تفعلين لو كنت إحدى طالبات المعلمة فاطمة ولماذا؟ عندما تكلفني المعلمة بمهمة أقوم بها بنفسي ما هي؟ ماذا تفعلين لو كنت إحدى طالبات المعلمة؟ بارك الله فيكم مبدعين سأستجيب إلى تعليمات هذه المعلمة لماذا؟ بارك الله فيكم لقياس المهارات الفردية لكل طالبة السؤال الثاني إشرحي الفكرة الإيجابية المعززة لمفهوم التعاون من خلال هذا الموقف أولا التعاون في تنفيذ تعليمات المعلمة بعدم تبادل معلومات الحل ثانيا التعاون بالذهاب إلى المعلمة وقت الفسحة لمن لديها أي استفسار ننتقل إلى فائدة التعاون لا يعني بأي حال إلغاء شخصية الفرد بل يطورها ويجعلها أكثر انفتاحا على المجتمع ننتقل إلى النشاط رقم ثلاثة قرر طلاب الفصل القيام بعمل حائط إلكتروني بعنوان عوامل النجاح لنرتب الخطوات الآتية بحسب أهميتها من أجل إنجاز التصميم الحائط الإلكتروني جمع المعلومات الاجتماع مع رائد الفصل القيام بالإخراج النهائي توزيع الأدوار التخطيط لكيفية إخراج واجهة الحائط الإلكتروني هنا قرر طلاب الفصل بعمل حائط إلكتروني بعنوان عوامل النجاح نقوم بتحديد هذه الخطوات أول هذه الخطوات يجب أن يكون بارك الله فيكم أبدعتم الاجتماع مع رائد الفصل ثاني هذه الخطوات بارك الله فيكم التخطيط لكيفية إخراج واجهة الحائط الإلكتروني ثالث هذه الخطوات جمع المعلومات رابع هذه الخطوات توزيع المهام والأدوار على الطلاب أخيرا القيام بالإخراج النهائي للحائط الإلكتروني ننتقل انتهينا من درسنا لهذا اليوم حققنا بعض الأهداف أولها عرفنا مفهوم التعاون أيضا أعددنا فوائد التعاون وقمنا بتعريف أيضا مفهوم العمل ضمن فريق وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم شاكرا لكم حسن الاستماع والإنصات أراكم قريبا إن شاء الله اشتركوا في القناة